الحمل حاول أن تخرج من الحالة الجادة التي تعيش فيها منذ فترة وضحك وابتسم يا مولود الحمل مارس رياضتك المفضلة في منزلك مع الأصدقاء أو ألعب ألعابك المسلية معهم حتى منتصف اليوم اليوم يوم المرح ولذلك ننصحك بنسيان أي مشكلة أو أزمة يا مولود الحمل الثور حان الوقت الآن لتنفيذ بعض الخطط التي كنت تسعى إليها خلال الأيام القليلة الماضية كن القائد اليوم وتحكم في كل شيء يا مولود الثور لا تنسى مواعيدك المهمة اليوم وحاول أن تدونها حتى لا تنساها بسبب كثرة المسؤوليات الجوزاء النجاح حليفك في هذا اليوم ويعزز نشاطك وحيويتك ويعطيك دفعا كبيرا إلى الأمام على جميع مستويات حياتك تسلك الطريق وتتخذ الخطوات الواجب إتخاذها دون عناء يذكر بفضل حدثك الذي يعرف تماما كيف يوصلك إلى مبتغاك السرطان لا تندهش أو تتعجب اليوم إذا وقعت بعض الأفعال أو الأحداث غير المتوقعة من قبل بعض الأشخاص المقربين إلى قلبك اليوم هناك قوة خارجية تؤثر على عواطفك وتعمل على إثارة الفتنة استخدم مبادئك وأفكارك كي تساعدك على تفادي أي مشكلة أو أزمة الأسد قد يكون من الصعب عليك اليوم أن تجمع بين المعلومات التي تلوح في الأفق اليوم وبين عواطفك ومشاعرك حاول أن لا تتعامل مع كل الأمور بطريقة جدية هذا هو المفتاح الوحيد للمرور من هذا اليوم بسلاما قم بعمل كل شيء بحب وسعادة واهتم بأي مهمة حتى لو كانت صغيرة وبسيطة العذراء تجد نفسك اليوم في حالة غريبة حيث تحاول أن تناظل من أجل أن تكون مع الأشخاص الذين تحبهم ولكن في نفس الوقت تريد أن تنسحب من حياتهم تقترب من استلام منصب هام في العمل بعد النجاح الذي حققته في الآونة الأخيرة يا مولود العذراء الميزان تتخلص بمهارة من لعبة التنافس التي تجري من حولك في إطار العمل وتؤمن مصالحك الشخصية حتى لو جاءت على حساب مصالح الآخرين مما يتسبب بابتعاد الزملاء عنك يا مولود الميزان قد يكون الاعتذار والتراجع عن تصرفك هو الحل الوحيد المطروح أمامك العقرب في العمل لديك من يتمنى أن يراك تخطؤ لا تبالي بذلك لأنك متميز ولكن كن حذراً ممن حولك ولا تتكلم كثيراً عاطفياً يا مولود العقرب أنت في أغلب الأحيان تجذب الأنظار لكن بدرجة أكبر لهذا اليوم القوس تتمنى اليوم أن تحقق هدفك الذي تسعى من أجله منذ وقت طويل يا مولود القوس لا تدعى التأجيلات تخيفك وتقنعك بأن هذا الهدف لن يتحقق أبداً هذا الشعور سيقضي على طاقتك ويجعلك تفقد الثقة في نفسك اسعى لتحقيق هدفك يا مولود القوس الجديه تكلم فلن تحصل على مساعدة الناس الذين يدعمونك إذا لم يعرفوا ما تريد يا مولود الجديه لا عجب أن تشعرك أنك في مركز الكون فالناس ينجذبون إليك ويشكلون مجموعة سعيدة حولك حيثما تذهب تتمتع بالمحبة من الجميع يا مولود الجديه الدلو بعض الأفكار تعرضها على رؤسائك في العمل تلقى استحساناً وقد يتم تنفيذ بعضها على الفور أما عاطفياً يا مولود الدلو اهتمامك الزائد بنفسك ينسيك واجباتك اتجاه الشريك فيشعر بالإحباط نوعاً ما الحوت تمتلك طاقات إيجابية كبيرة توزعها في عدة محاورة في العمل للاستفادة منها يا مولود الحوت وتقوم بدور الواعظ لزملائك في العمل عندما يواجههم أمر ما لا تظلم الشريك وكن أكثر تفهماً لمشكلاته ثم تتطورات في العلاقة تكون لمصلحتكما اشتركوا في القناة